السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثاني متوسط عندي حل تأكد من فهمك صفحة 43 وصلنا صفحة 43 اللي هي الجذور الجذرين التربيعي الموجب والسالب يلا يعني خلينا ناخذ السؤال الأول يقول جد الجذرين التربيعي الموجب والسالب للأعداد الآتية يلا يا ماما أولا يقول لك السطعش يريد الجذرين التربيعي الموجب والسالب جذر السطعش أقول جذر السطعش يساوي أربعة ناخذه يعني بالحالتين وجذر سالب سطعش يعني ناخذه بالموجب وبالسالب هنا الأربعة جاية من أربعة في أربعة ويساوي سطعش وهنا هم تقول سالب أربعة اللي هي سالب أربعة في سالب أربعة يعني السالب بالسالب موجب هم يطلع لنا سطعش كي يا ماما زي هذا أول واحد اثنين أجد الخمسة وعشرين همات ناخذه بالموجب وبالسالب هذا الخمسة وعشرين أخذه بالموجب يساوي خمسة شراح أقول خمسة في خمسة ويساوي خمسة وعشرين وهنا السالب سالب خمسة وعشرين طبعا جذر نسيته هنا جذر سالب جذر خمسة وعشرين يساوينا سالب خمسة أقول سالب خمسة في سالب خمسة يساوينا خمسة وعشرين زي هاي ثانية نجي على ثالثا ثالثا مطيني تسعة وعبعين التسعة وعبعين جذر التسعة وعبعين موجب وجذر سالب 49 سالب يعني هنا قصد السالب 49 زي هنا يساوي 7 وجاي 7 في 7 يساوي 49 وهنا جاي سالب 7 ويساوينا سالب 7 في سالب 7 يساوينا 49 هاي ثلاثة نجي على رقم 4 اللي هو 64 هم ما تأخذه جذر ال64 وسالب جذر ال64 جذر ال64 وثمانية أقول ثمانية في 8 يساوينا 64 وهنا سالب 8 سالب 8 في سالب 8 يساوينا 64 لأن الموجب سالب بالسالب موجب هاي رقم 4 زي ننتقل إلى رقم 5 5 5 منطيني 9 على 25 هم ما تراح أخذه مرة موجب ومرة سالب فأقول هنا جذر ال9 على 25 يساوينا 3 على 5 وجذر سالب 9 على 25 يساوينا سالب 3 على 5 هنا أقول 3 على 5 في 3 على 5 ويساوي 9 على 25 هنا أقول أقول سالب 3 على 5 في سالب 3 على 5 يساوينا 9 على 25 أوكي 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 آي خامسة نجي على رقم 6 رقم 6 مطيني 36 على 81 هم ما تأسوي له جذر 36 على 81 وهنا ناخذها بالموجب وناخذها بالسالب أقول سالب جذر 36 على 81 36 6 وهنا 9 وهنا نقول سالب 6 على 9 أقول هنا 6 على 9 في 6 على 9 ويساوي 36 على 81 وهنا أقول سالب 6 على 9 في سالب 6 على 9 يساوينا ستة وثلاثين على واحد وثمانين يا أمي هذا يا الله هل سأشي أسوي هاي خلصنا رقم ست نقاط هذني يأتي يطلعني هسه ناخذ رقم سبعة رقم سبعة واحد بوينت واحد وعشرين هذة الواحد بوينت واحد وعشرين إش أقول مرة أخذ موجب واحد بوينت واحد وعشرين ومرة أخذ سالب واحد بوينت واحد وعشرين هذة مين جاي هذة جاي من مية واحد وعشرين على مية ويساوينه دعش جذرة على عشرة وهذا هم مات أقول يعني دعش على عشرة ويساوي واحد بوينت واحد دعش على عشرة وهنا هم أقول سالب مية وعشرين على مية ويساوي سالب الدعش على عشرة ويساوي واحد سالب واحد بوينت سالب واحد بوينت واحد هاي رقم سبعة نجح على ثمانية ثمانية شي يقول لي يقول لي ثنيين شوفوا هسا هذا سالب واحد على يعني نقول شوفوا شوفوا بعد نقول واحد بوينت واحد في واحد بوينت واحد يعني دعش في دعش مية وواحد وعشرين مية وواحد وعشرين يعني مية وواحد وعشرين فصار هذا العدد تمام إذن هذا المية وواحد وعشرين هو واحد بوينت واحد وعشرين هسا ناخذ ثامنا ثنيين بوينت خمسة وعشرين شي نقول جذر ثنيين بوينت خمسة وعشرين على سالب ثنيين بوينت خمسة وعشرين يعني ويساوينا جذر نقول ميتين وخمسة وعشرين على مية ويساوي جذر الميتين وخمسة وعشرين طبعا هنا عشرة خمسة عش خمسة عشرة ويساوي واحد بوينت خمسة احنا وهمات نفس الشي أقول جذر سالب ميتين وخمسة وعشرين على مية ويساوينا سالب خمسة عشرة على عشرة ويساوي سالب 1.5 نفس هذا السوينا يا الله هسه شا سوي سالب 1.5 اقول يعني اشوف هسه هاي 1.5 في 1.5 يعني اقوله 15 في 15 يطلع عنا 225 225 إذن هذا يساوي 2.25 يعني اقول 1.5 في 1.5 يطلع عنا 225 هسه شا عندي ثامنا هسه تاسعا دعنا اكتب الحل 40 سنتيمتر 9 سنتيمتر 41 سنتيمتر يلا يا ماما يقولك حدد اذا كان مثلث اضلاع المعطات هو مثلث قائم الزاق طبعا هاي حسب نظرية فيثاغورس حسب نظرية فيثاغورس مطيني 40 سنتيمتر يعني اقول الاربعين تربي جاية من 1601 إذن المثلث قائم الزاوية المثلث هو مثلث قائم الزاوية لأنه 40 تربيع زائد 9 تربيع يساوي 1600 زائد 81 إذن 1681 1601 زائد 81 1681 ويساوي 1641 اللي هو هذا إذن هذا المثلث قائم الزاوية نعم هسا نجي على رقم عشرة رقم عشرة مطيني أربعة سانتيمتر وسبعة سانتيمتر وخمسة سانتيمتر هاي هم ما تقول أربعة تربيع 16 سبعة تربيع 49 وخمسة تربيع 25 16 زائد 49 و16 زائد 25 و49 زائد 25 هذني أسويهن هذا طلع عنا خمسة وستين وهذا طلع عنا واحد واربعين وهذا طلع عنا خمسة وتسعة أربعة واحد واربعة وسبعين أي أربعة وسبعين إذن 25 أربعة طعش نعم أربعة وسبعين إذن لا يمثل قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية لا يمثل مثلث قائم الزاوية هذا حل العشرة ما يمثل قائم الزاوية لأن هذا ما طلع 65 ولا هذا ولا هذا إذن ما يمثل قائم الزاوية رقم الدعش الدعش 6 سنتيمتر وثمانية سنتيمتر وعشرة سنتيمتر يلا يعني أقول 6 تربيع يساوي 6 في 6 ويساوي 36 8 تربيع 8 في 8 ويساوي 64 العشرة تربيع 10 في 10 يساوي 100 ها عيني إذن طلعنا 36 وطلعنا 64 وطلعنا 100 إذن هذا يمثل قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية أقول خلينا نشوف 36 زائد 64 طلعنا 100 إذن هذا المثلث قائم الزاوية المثلث قائم الزاوية هاي طلعنا 100 زي حذان هذا الدعش خلينا نشوف listen listen الاثنعاش مطينا الاثنعاش لحظة وين الاثنعاش سبعة عشر لحظة خلنا بدل هالورقة الاثنعاش مطينا السبعة عشر سنتيمتر وثلاث عشر سنتيمتر واثنعاش سنتيمتر الحل هذا اقول سبعة عشر تربيع يعني سبعة عشر في سبعة عشر ميتين وتسعة وثمانين تلتعاش تربيع تلتعاش في تلتعاش مية وتسعة وستين اثنعاش تربيع اثنعاش في اثنعاش مية واربعة واربعين معيني ربعتين كلهن تلاثتين هسه شا سوي إذا أجمع 144 و 169 يطلع عنا 313 زين إذن المثلث ليس قائم الزاوية المثلث ليس قائم الزاوية طلع عنا 313 هاي الـ 12 نجي على الـ 13 المثلث ليس مثلث قائم الزاوية نعم الـ 13-12 سنتيمتر و 6 سنتيمتر يلا يعني اسم الطيني هيتي أنا شا سوي يقول جد طول ظلع القائم بتقريب الناتج لأقرب 10 إذا علمت إن طول الوتر وظلع لكل يعني لكل مثلث إحنا راح نفرض نفرض طول الظلع أي يساوي أي فأقول أي تربيع زائد 6 تربيع يساوي لنا 12 تربيع هاي احنا فرضنا الظلع الثالث طول الظلع يعني أي تربيع زائد 6 تربيع يساوي لنا 12 تربيع زين ش راح أساوي أقول أي تربيع يساوي 36 يساوي 12 في 12 144 ربعنا ربعنا 36 أو ربعنا أقول أي تربيع يساوي طبعا هاي زائد هذه ما ما زائد أي تربيع زائد 36 يساوي 144 أقول 144 ناقص 36 أي تربيع يساوي جد 144 ناقص 36 14 ناقص 6 بها 8 أو 3 ناقص 30 و1 طلع إنا 108 108 نظرية فيثاغ أرسي يقول مربع الوتر يساوي مجموع مربع ضلعين القائمين إذن أقول أي تربيع يساوي 108 زين هس لجذرة مجذرة الطرفين أي يساوي جذر 108 جذر 108 شكت نعم هذه جذر 108 فأقول الجذر 108 شوفوا إحنا لما نجذرها شوفوا رح أسوه هذه أقول 108 الأصغر من عدها 100 والأكبر من عدها 100 و21 نقول طبعا هاي جذر جذر 110 وهنا أكبر أصغر طبعا من 108 وأصغر 121 الدعش إذن يهل قريب عليها يهل قريب عليها القريب عليها اللي هي يعني نقول جذر 108 قريب عليها العشرة العشرة عشرة بوينت ثلاثة هذا هو الحل نعم قربنا فرضنا طول ضلع الوتر الأي وكملنا هذا الحل مالته ننتقل إلى 14 10 سنتيمتر و 20 سنتيمتر هم أقول نفس الشي هم أقول نفرض طول الضلع الثالث نفرض طول ضلع الثالث يساوي أي يساوي إذن أقول أي تربيع زائد 10 تربيع يساوي 20 تربيع أقول أي تربيع زائد 10 في 10 مية ويساوي 120 في 20 أربعمية أقول أي تربيع يساوي 400 ناقص 100 أي تربيع يساوي 300 نجذر الطرفين أي يساوي 300 بها 300 300 نجذر 300 أسا نقول شوفوا هنا رح أسوي مقابلها أقول هذا 300 جذر 300 هنا الأكبر وهنا الأصغر الجذر الجذر 289 وهنا 324 ها عيني طبعا كلها جذر فالمتين والتسعة وثمانين جذر 300 المتين والتسعة وثمانين أشكد بالله المتين والتسعة وثمانين بها 17 وهنا 18 إذن ياها القريبة عليها القريبة على الجذر 300 17 بوينت واحد و17 بوينت اثنين و17 بوينت ثلاثة و17 بوينت أربعة هذا القريبة عليها هيا أمي إذن أقول أي قريبة عليها ال 17 بوينت أربعة هذا هو الحال هذا رقم 14 يلا اخذوا لسكرين نعم هسا ننتقل إلى 15 يقول لك مثل الأعداد على مستقيم الأعداد بشكل دقيق اللي هي جذر 5 يقول مثلها على شكل يعني على مستقيم الأعداد نعم شوفوا أقول 5 يساوي 4 زائد 1 و5 يساوي 2 تربيع يعني نقول جزئها زائد 1 يعني 1 تربيع يعني يعني نقول الأربعة جاية 2 تربيع زائد والواحد 1 تربيع زي هسا نمثلها على مستقيم الأعداد هذا مستقيم الأعداد إش أسوي أقول الاثنين يعني هو من قايل الاثنين تربيع فش أقول نرسم خطوة خطوتين منا وهاي منا إذن شا سوي هاي هتش مثلها على مستقيم الأعداد قايل مع عيني هذا يعني قلت الاثنين الواحد الواحد وخطوتين الاثنين هذا رقم خمسطعاش زي هسا الروح على يمن يعني شفوا هنا نكتب هنا همات يقول جذر خمسة نعم هذا جذر خمسة خطوة هسا الروح على رقم ستعاش اللي هي جذر تلتعاش هذا جذر تلتعاش أقول تلتعاش يساوي جاي من تسعة زائد أربعة أقول تلتعاش يساوي جاي من ثلاثة تربيع زائد أربعة اثنين تربيع يعني تسعة زائد أربعة نرسم على مستقيم الأعداد هنا نرسم خطوطين وثلاث خطوات يعني ثلاثة تربيع و اثنين تربيع اذن هنا نقول هاي منا منا اها هاي يصير هذا نقول جذر تلتعاش هنا نقول جذر تلتعاش وهذا هنا ثلاثة وهنا اثنين تمام هسا ناخذ رقم سبعتعاش اللي هو جذر اشرين جذر اشرين نحن نقول الصفر واحد اثنين ثلاثة هاي ثلاثة هنا ثلاث خطوات اسا نقول جذر العشرين الجذر العشرين نقول عشرين مين جاية ست عشر زائد اربعة ست عشر مين جاية اربعة تربيع زائد والاربعة اثنين تربيع نرسم 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 على مستقيم الاعداد اللي هو اه 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 اش كم خطوة نقول واحد ثلاثة اربعة هادي وخطوطين خطوطين نعم هادي الجذر العشرين وهنا اثنين خطوطين يعني نقول واحد اثنين ثلاثة اربعة تم هاي السبعتاش الثمنتعاش جذر تسعة وعشرين الجذر تسعة وعشرين التسعة وعشرين يساوي خمسة وعشرين زائد اربعة الخمسة وعشرين خمسة تربيع زائد اثنين تربيع نرسم على مستقيم الاعداد همات واحد لا اربعة خمسة اثنين الخمسة اثنين ام اقول جذر تسعة وعشرين زائد هسا التسعة عشر جذر اربعة وثلاثين نقول خمسة وعشرين زائد تسعة هاي الاربعة وثلاثين والعشرين اشقد العشرين الاربعة اثنين وخمسين جذر اثنين وخمسين اقول ستة وثلاثين زائد ستة وعشرين والواحد وعشرين جذر خمسة وربعين اللي هي ستة وثلاثين زائد تسعة والاثنين وعشرين جذر خمسة وستين هاي الجذر خمسة وستين جاية من اربعة وستين زائد واحد وبعدين ترسموه على مستقيم الاعداد هاي عيني الحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة